في خطوة تأتي تتويجا للتسوية سياسية وافقت عليها معظم الأطراف الرئيسية وبعد مخاضي استمر لشهر ونصف كشف في بيروت عن حكومة العهد الجديد برئاسة سعد الحريري والمؤلفة من 29 وزيرا أول حكومة في عهد الرئيس مشيل عون عنوانها العريض الوفاق الوطني إضافة إلى عنوين أخرى أضطرها الحريري على رأسها تحصين الأمن الداخلي وإعداد قانون جديد للانتخابات وتحريك عجلة الاقتصاد انفراج أوضاع المشهد السياسي اللبناني مؤخرا بدأ منذ انتخاب عون رئيسا للبلاد وصولا إلى نجاح الحريري في إعلان حكومته بالتأكيد كان حدثا سعيدا لكل اللبنانيين أشاع أجواء من التفاعل في تخطي إخفاقات وعقبات المرحلة الماضية إلا أن مستقبل التوافق في البلاد لا يزال يقض مضاجع الكثير خصوصا في ظل التحديات التي تنتظر لبنان داخليا وخارجيا ترجمة نانسي قنقر